طاهر الجيوش البيزنطية فاتح الأنعضل وناصر المستضعفين مجدد الدين وناصر الإسلام مؤسس الإمبراطورية العثمانية التي هيمنت على العالم لقرون مجدد الدين ورافع راية الإسلام بعد أن سقطت في أغلب البلدان فبعثه الله ليعليها من جديد بعد أن ظن الكفار أن الإسلام قد انتهى فأقام به دولة إسلامية وارتقى بدولته من إمارة صغيرة إلى دولة من أقوى الإمبراطوريات على مر التاريخ وهيمنت على العالم لسبع قرون وامتدت أراضيها لتشمل أنحاء واسعة من قرات العالم الثلاث أهلا بكم في حضرة أبي الملوك وفخر الدين وسلطان الغزي عثمان بن أرتغرل لقد قاد عثمان فتحات كثيرة وأباد البيزنطيين في ملاحم عظيمة فدك حصونهم وفتح قلاعهم وطهر أرض الأناضول من رجسهم وسنخبركم كيف فتح عثمان برصة أقوى حصن في الأناضول كلها وكيف انتصر على القادة البيزنطيين وأفشل خططهم وأوقعهم في خدعه فسحق جموعهم وشردهم في كل المعارك وكذلك كيف تمكن مع أرخان من تأسيس أقوى جيش عرفه التاريخ والذي أغضع أوروبا والعالم أجمع فلا تذهبوا بعيدا السلطان عثمان الغازي لكن قبل أن نبدأ في حياة عثمان أدعوك للاشتراك في البش مؤرخ حتى يصلك كل جديد لسنا من الذين يقيمون الحروب لشهوة الحكم أو سيطرة أفراد فنحن بالإسلام نحيا ونموت هذه وصية أشهر حكام الدولة العثمانية السلطان عثمان الغازي تبدأ أحداث القصة حين تولى عثمان بيك ابن أرطغرل الملقب بأب الملوك وفخر الدين والسلطان الغازي عثمان زعامة قبيلة كاية تركية في عام 1281 ميلاديا و680 هجريا كان يبلغ من العمر 24 عاما في البداية لا تنسوا الاعجاب بالمقطع والاشتراك في القناة وساعدون في الاستمرار بدعمنا بالانتساب وشراء شكرا تخطوا الإعلان بشكل سريع لتجنب أي إعلان محر وإذا وجدتم ما يخالف الدين فغضوا أبصاركم وكانت قبيلة كاي تحكم مقاطعة داخل دولة السلاجقة الروم في الأناضول لكن أوضاع دولة السلاجقة الروم حينها كانت سيئة لأبعد درجة بسبب اجتياح المغول لأغلب العالم الإسلامي وسقوط الخلافة العباسية في بغداد فدخل السلاجقة في حرب شديدة مع المغول مما أدى لهزيمتهم هزيمة بالغة في معركة جبل كوسة أو كوزداغ وأصبحت على إثرها إمارة تابعة للمغول وبسبب ضعف حكام السلاجقة حينها وكذلك ضغط قوات المغول من الشرق وقوات البزنطيين من ناحية الغرب بدأت الدولة في الضعف والانهيار وهذا سيؤدي لتفككها بشكل سريع وفي هذه الظروف العصيبة كان أرتغر البك والد عثمان يحكم قبيلة كاي داخل أراضي السلاجقة وكانت أراضي القبيلة على الحدود مع البيزنطيين فكان أرتغر الغازي في حروب مستمرة معه وحين انتقل أرتغر إلى جوار ربه تولى عثمان الحكم بعده لكن الفتن والتمردات قامت عليها وللأسف كانت بزعمة عمه دندار والذي زعم أنه أحق بالإمارة من عثمان فقام بالتحالف مع البيزنطيين الكفار للقضاء على عثمان وسلب الملك منه لكن الله مكن عثمان من الحكم وستطاع أن يقمع ذلك التمرد وقضى على فتنة دندار شاء وبعد أن استقر الحكم لعثمان قرر أن يتجه إلى المدن البيزنطية التي قامت بدعم التمرد عليه حتى يؤدب حكامها ويفتحها فانتهز عثمان انشغل البيزنطيين بحروبهم في الجانب الأوروبي من الإمبراطورية وعدم اهتمامهم بالمدن في الأناظول وكانت المدن في الأناظول يحكمها النبلاء ويطلق على الواحد منهم لقب توكفور وأكان من بينهم آيا نيكولا توكفور مدينة إنيغالا والذي كان خائفا من تواجد المسلمين على الحدود مع الدولة البيزنطية فقرر أن يهجم على إمارة عثمان لكي يضعف قبيلة الكاية ويعرف قوته وحتى لا تشكل أي تهديد أو خطر عليها فقام بشنغارات على أراضي قبيلة الكاية وقتل المسلمين وسرق أموالهم لكن عثمان حينها عارف بالأمر فقرر أن يخرج مع رجاله لمحاربة آيا نيكولا وكان مستقرا بمنطقة تل الأرمن في عام 1284 ميلاديا وستمائة وثلاثة وثمانين هجريا لكن حينها وصلت الأخبار إلى آيا نيكولا باقتراب عثمان مع قواته فقرر أن يعد لهم كمينا في التلال الموجودة في تل الأرمن لكن عثمان كان قد أخذ بالأسباب وأرسل العيون بالقرب من الكفار فأخبروه بالكمين الذي أعده آيا نيكولا فأصر عثمان على القتال للثأر من مجازر الكفار بالمسلمين وجهز الفرسان لمجابهة ذلك الكمين لكن الكفار كان عددهم وتسليحهم ضخما واستغلوا سلاح السرعة والعداد في مهاجمة المسلمين من الأمم والخلف للقضاء على فرسان قبيلة الكار تفاجأ عثمان من الأعداد والأسلحة الضخمة وقبل أن يحاول تدارك الموقف لا استطاع آيا نيكولا محاصرة المسلمين كان عثمان يحاول جاهدا أن يفك الحصار عن فرسانه فيحارب تاره ويثبت جنوده تاره ويحثهم على الصمود في القتال لكن أثناء اشتذى ذي القتال ارتقى ابن أخيه بايخوجا شهيدا فثارت حمية المسلمين لمقتله واستطاع عثمان أن يكثف الهجوم على صفوف غير منظمة في جيش الرجل وتمكن من تفكيك الحصار بفضل الله وعلى الفقر انسحده وفرسانه وسط الأشجار بعيدا عن أرض المعركة وبعد أن أنقذ عثمان رجاله من الهلاك أقسم على الثأر لمقتل ابن أخيه ولجميع الشهداء من آيا نيكولا وجيشه وعلى الفور بدأ في التخطيط وإعداد الجنود للسيطرة على قلعة كولاجا حصار والتي كانت تعتبر خطة دفاع الأول لحماية مدينة إينيغول الطخمة فتحرك عثمان على رأس قوة عسكرية وهاجم قلعة كولاجا حصار عام 686 هجرية حتى يضعف إينيغول ويجعلها دون أي حماية أمر عثمان بيك بعض رجاله أن يتنكروا في ملابس قوات الروم ثم يتسللوا إلى القلعة أثناء الليل ويقومون بفتح أبوابها من الداخل ففتح الله عليهم ونفذوا الخطة وعلى الفور انطلق عثمان برفقة 450 فارسا واقتحموا القلعة وقتلوا كل الجنود وبعد أن غنموا ما فيها من الأسلحة والمؤن أمر عثمان بتدمير أسوار القلعة وانسحبوا في هدوء تام تحت جنح الظلام وهكذا يكون قد ثأر من آيا نيكولا وحقق أول انتصار له على البيزنطيين وأيضا أضعف مدينة إينيغول المهمة وجعلها مكشوفة دون أي حماية بعد خسارة آيا نيكولا للقلعة والجنود أدرك خطورة عثمان وقواته فتحالف مع حكام قراجح حصار وقاموا بتعين كلانوز قائدا للجيش والذي كان أخا لحاكم قراجح حصار لكي يقضوا على المسلمين في الأناضول ويستعيدوا الأراضي التي فتحها عثمان ووالده ويعد هذا أول تحالف ضد العثمانيين بمجرد وصول أخبار التحالف إلى عثمان أعلن الاستنفار العام وجمع الجيش وخرج في مقدمته حتى يسبق التحرك البيزنطيين وأعد كمين للروم في منطقة أكزكا والتي تقع بالقرب من مدينة دومانيتش عام 1287 ميلاديا 686 هجريا وتابع عثمان تحركات البيزنطيين من خلال العيون والجواسيس وانتظر المسلمون جيش الكفار بكل صبر حتى يمر من مكان الكمين وبعد انتظار دام لعدة أيام وصل الكفار إلى مكان الكمين وعلى الفور أمر عثمان بك فرسانة بالهجوم عليهم كالبرق الصارق والنزول عليهم بسرعة من فوق التلال وبعد التخطيط والتنفيذ البارع نجح المسلمون في تطويق البيزنطيين لكن عدد الروم كانت كبيرة للغاية مما جعل الحرب أصيبة على المسلمين وبعد فترة من القتال العنيف أصيب صوج بك أخى عثمان وارتقى شهيدا في أرض المعركة تخطوا الإعلان سريعا وإذا وجدتم ما يخالف الدين غضوا أبصاركم وساعدون في الاستمرار بدعمنا بالانتساب وشراء شكرا فقام بعض القادة وحثوا الجنود على الثبات والموت في سبيل الله فحمل المسلمون على الكفار ووثبوا عليهم وثبت الأسد الجائع وأثناء هذا الهجوم الشرس استطاع فارس أن يصل لقائد الكفار وكان يدعى بلا طوص وتمكن من قتله حينها انهارت معنويات الروم ففربوا مذعورين من المعركة وتمكن المسلمون من الإجهاز عليهم وقضوا على من لم يستطع الفرر منهم وكتب الله النصر المبين للمسلمين وأذل البيزنطيين على يد عثمان ورجاله بعد ذلك انطلق عثمان لمحاصرة وفتح مدينة قراج حصار حتى يؤدب حاكمها الذي تحلف ضده ولكي يفتحها ويدعو سكانها للإسلام فحاصرها عام 1288 ميلاديا وبعد حصار دام لفترة ليست بالقصيرة أمده فيها السلطان السلجوقي بآلات الحصار استطاع الأمير عثمان أن يفتحها ودخلها منتصرا عام 687 هجري فقام بتحويل الكنيسة داخل المدينة إلى مسجد وعين فيها قاضيا وحاكما عليها وجعلها تابعة لإمارته في دولة السلاجقة وفرح السلطان السلجوقي بهذا الفتح وقام بمنح لقاب بك لعثمان غازي وأقره على حكمه لجميع المدن التي فتحها وأيضا أجاز له سك العملة باسمه وأترف بأحقيته في ذكر اسمه في خطبة الجمعة في المناطق التي اتقع تحت إمارته وأرسل له الهدايا والعطايا فرحا بانتصاره ومن بعدها يبدأ عهدا جديدا في حكم الأمير عثمان وفتوحاته وتأسيسه للدولة العثمانية بعد فتح كراج حصار وتحويل كنيستها لمسجد أضحت مدينة إسلامية عظيمة وانتقل إلى العيش فيها كثير من مسلم الأناضول وفرح السكان الأصليون في المدينة بعدل وحكم عثمان للإسلام حينما وجدوا المعاملة الحسنة والمسواه بين الجميع لأن عثمان بك كان ينصر المظلوم حتى وإن كان نصرانيا ولذلك عاش الجميع في أمان وسلام بعد مدة طمح عثمان بك في فتح القلاع القريبة لتأمين حدود إمارته فتوجه بجنوده نحو فتح إقليم سقارية وشن حربا شرسة على قلعة جوينوكا وطراقلي وتمكن من فتحهم بفضل الله ودخلهم منتصرا وضمهم لإمارته عام 1292 ميلاديا و691 هجريا وبعد فتوحات عثمان المختلفة للأراضي البيزنطية انتشر الخوف في كل المدن البيزنطية وتحديدا في مدنتين بورصة ونيقيا لأنهما قريبتين جدا من إمارة عثمان وفي نفس الوقت كانت هناك مشاكل ضخمة داخل دولة سلاجقة الروبة وكانت في حالة تدهور شديد بسبب حربهم مع المغول والتي اشتعلت مجددا فقرر عثمان للمصلحة العامة أن يعقد هدنة مع المدن البيزنطية المجاورة لحين استقرار أوضاع دولة السلاجقة وكانت سلاجقة الروم تغضع لحكم المغول بعد خسرتهم في معركة جبل كوسع فعين المغول واليا عليها لكن والي المغول سلمش تمرد على محمود غازان حاكم المغول فاضطربت أوضاع دولة السلاجقة بالسبب ذلك وكان محمود غازان يدعي الإسلام ويهاجم البلاد الإسلامية لاحتلالها ويتخذ من إسلامه الكاذب ذريعة لتفريقة صف المسلمين وخداعهم فاستطاع سليمش أن يجمع جيشا كبيرا وعصل إلى خمسين ألف جندي وأشارك فيه سلاجقة الروم بالمقاتلين وأمده ممالك مصر والشام بالجنود والعتادة وأرسل له عثمان بيك الجنود والدعم لكن محمود غازان جمع جيشا ضخما للغاية وجعله تحت قيادة كوتلو خان وأرسله لقمع التمرد في الأناضول ومع الأسف انتصر المغول على السلاجقة عام 1298 ميلاديا و697 هجريا فهرب الحاكم على إدين كيقباد إلى مدينة أرمانيا الصغرى بعد هزيمة التمرد وأصبح عرش السلاجقة دون حاكم فحدث انهيار في الدولة وبدأت في التفكير لكن بعد عودة جيش السلاجق المهزوم انضموا إلى إمارة عثمان غازي ودخلوا تحت حكمه لجهاد الروم وبعد هذه الأحداث التي مرت أصبح لدى عثمان جيشا وقوة كبيرة فارتعب حكام المدن البيزنطية المجاورة من ازدياد قوة الأمير عثمان فقرر حاكم قلعب بيليجيك وحاكم يارحي الصارة وعي نيكولا حاكم إنيجولا أن يقطع الهدنة مع عثمان غازي ودبروا له مكيدة لاغتيانه ودعوه إلى حفل زفاف ابنة حاكم قلعب بيليجيك لكي يقوموا بتسميمه في الحفلة لكن أحد أقارب تكفور بيليجيك كان صديقا مقرب إلى عثمان فأطلعه على المكيدة التي دبرت له وغضب عثمان واستأى من الأمر وقرر فتح القلع الثلاثة فأرسل ثلاثين مقاتلا متنكرين في زي نساء لكي يحضروا حفلة الزفاف وفي انتظارهم خارج القلعة مئة مقاتل آخرين وبعد أن دخلوا القلعة أسروا كل الضيوف وقتلوا خراسها وفتحوا أبواب القلعة واقتحم المجاهدون بالخارج القلعة ووقع حاكم بيليجيك في الأسر فأمر عثمان بإعدامه على الفور جزاء على خيانته انطلق بعدها عثمان بيك وجنوده لحصار قلعتيار حصار وشن عليها حربا شريسة واستطاعوا أن يفتحها وضمها لإمارته وفي نفس الوقت كان قد أرسل ترغوت ألب لمحاصرة قلعة إنيغول بالمقالية وآلات الحصار السلجوقية لمعاقبة آيا نيكولا على تحالفه القديم مع حاكم قلعة كراجا حصار وتحالفه مع عيار حصار وبيليجيك ولكي يمنع أي تحالفات ضده في المستقبل وبعد الحصار الشديد الذي ضربه ترغوت ألب على القلعة ومحاولة الاقتحام المختلفة صمدت قلعة إنيغول صمودا كبيرا فطلب ترغوت ألب الدعم من عثمان فانطلق عثمان وجنده لدعم الحصار وفي طريقه قام بفتح المدن والقرى المحيطة بمدينة وقلعة إنيغول والأمر العجيب أن سكان إنيغول كانوا كاريهين لحكم آيا نيكولا بسبب سياساته الفاسدة والظالمة وجبروته وظلمه لجميع السكان والذين كانوا على نفس ملته لكنهم أيضا كانوا على علم بالعدل والرخاء الذي يعيشه النصارى في قراج حصار تحت حكم الأمير عثمان ففضلوا الاستسلام للمسلمين كي يتخلصوا من ظلم آيا نيكولا وبالفعل استسلمت مدينة إنيغول ودخل عثمان القلعة وأعدم آيا نيكولا جزاء على المكيدة التي دبرها واعتدائه على المسلمين في الأناظر وهكذا استطاع عثمان بيك أن يوسع إمارته بفضل الله وضم إليها ثلاث مدن بيزنطية مهمة وأثناء حروب عثمان مع الروم قبض المغول على السلطان على الدين كايقباد وأعدمه حينها انهارت دولة السلاجقة واستقل كل أمير بالمقاطعة التي يحكمها فاستقل عثمان هو الآخر بإمارته الخاصة وأسماها إمارة آل عثمان عام 1299 ميلاديا 698 هجريا ويعد هذا التأسيس الفعلي للدولة العثمانية بعد ذلك وقعت معركة شقحب بين المغول والمماليك وانتصر المماليك بقيادة الناصر محمد بن قلوون وأذل الله المغول وأضعف دولتهم ففقدت سيطرتها على سلاجقة الروم وذلك في الجانب الشرقي أما في الجانب الغربي فكانت الدولة البزنطية تمر بتمردات وحروب أهلية داخلية كما دخلت في حروب مع الصرب والبلغار الأمر الذي جعل سيطرتها على الأناضول خلال تلك الفترة ضعيفة للغاية فاستغل عثمان بيك هذه الأحداث لكي يقوم بنشر الإسلام في الأناضول ويطرد الكفار منها نهائيا فقام بحملة عسكرية ضخمة على مدينتي ياني شهير وكوبر حصار وتمكن من فتحهم بفضل الله ونقل عاصمة الدولة إلى مدينة ياني شهير وحصل تلك المدن تحصينا منيعا عام 1301 ميلاديا و700 هجريا وأصبح الطريق ممهدا أمام عثمان بيك لفتح مدينة نقيا والتي تسمى أزنيق حاليا وكانت أول عاصمة للسلاجقة لكن الروم احتلوها قبل مئتي عام فطمح الأمير عثمان بفتحها وإعادتها لحكم المسلمين مجددا أعد عثمان بيك جيشا كبيرا وانطلق معهم لحصار مدينة نقيا واستطاع السيطرة على الأراضي المحيطة بها ليقوم بعزلها عن أي مساعدات وقطع الطرق المؤدية للمدينة وقطع عنها أي إمدادات أو مؤن من المحتمل أن تصل إليها وعلى الفور أرسل حاكم نقيا طلب استغاثة من الإمبراطور البزنطي أندرو نيكوس وابنه ميخائل الثاني الذي كان يشاركه في الحكمة وطلب منهم الدعم والمدد لفك الحصار تخطوا الإعلان سريعا وإذا وجدتم ما يخالف الدين غض أبصارك وساعدون في الاستمرار بدعمنا بالانتساب وشراء شكرا وبسبب انشغالهم حينها بالحروب في الجانب الغربي من الإمبراطورية لم يكونوا مهتمين بالمدن في الأنضول لكن بعد سماعهم أخبار عثمان غازي وفتوحاته الكبيرة في الأراضي البيزنطية وأخيرا حصره لمدينة نقيا تعجبوا من أن هناك إمارة صغيرة وأميرها غير معروف وجيشه ضعيف تهدد مملكتهم العريق الضخمة الأمر الذي سبب لهم خوفا شديدا فجمعوا جيشا من سبعة آلاف مقاتل ودعموه بالجنود المرتزقة وجعلوه تحت قيادات جورج موزالون وأيضا بعثوا إلى أمراء المدن في الأنضول وأمروهم بالانضمم مع قواتهم إلى الجيش القادم بقيادة موزالون وأمروهم باستعادة كل الأراضي التي فتحها المسلمون في الأنضول وفي نفس الوقت كان الحكام في مدن بورصة وأدرينوس وكايت وكاستل قد أعدوا جيشا ضخما واتحدوا مع جيوش جورج موزالون وتحركوا للسيطرة على العاصمة ياني شهير وكان قوام جيشهم ضخما للغاية واصل إلى 12 ألف مقاتل وتعتبر هذه أول حرب مهمة يخوضها عثمان بيك وجنوده ضد جيش نظامي متكامل وضخم وكان تحديا كبيرا له وللجنود وإذا نجح فيه فقد نجح في بناء الدولة وحينما عرف عثمان بالتحالف الضخم على الفور فك الحصار عن مدينة نقيا وانطلق لمقابلة الجيوش البزنطية قبل وصولهم إلى عاصمة دولته حينها عرفت كل الإمارات السلجوقية باقتراب جيش الدولة البزنطية لاحتلال بلاد المسلمين والقضاء عليهم فانضم أمراء وجنود كثر إلى جيش عثمان غازي لكي يقاتلوا البيزنطيين تحت إمراته وعصل عدد المسلمين إلى خمسة ألاف جندي وتقابلوا مع الكفار في سهل بافيوسا بالقرب من مدينة قيون حصار وبحلول الظلام قرر القائد جورجو موزالون عمل معسكر حتى يستريح الجنود من عناء السفر لكن عثمان قرر أن يستغل الموقف وبدأ في الهجوم أثناء الليل حتى لا يلتقط العدو أنفاسه وتقابل الجيشان في سهل بافيوس وجها لوجها وكان جيش الكفار منقسما لصفين الصف الأول فيه المشاه المسلحون بالدروع والرماح الطويلة وكان أغلبهم من المرتزقة وقام جورج بوضعهم كدرع لحمايته حتى يمتصوا الاتحام الفرسان المسلمين ويتصدوا لهجوم الفرسان بالرماح والدروع أما الصف الثاني فكان فيه الفرسان الأكثر خبرة وقدرة على القتال والمناورة لكي يتقدموا من المؤخرة ويحيطوا بالمسلمين ويطوقونهم للقضاء عليهم وعلى الجانب الآخر قسم عثمان المسلمين إلى ميمنة وميسرة وجعل قوات القلب تحت قيادته وبدأ القتال بين الطرفين فأمر عثمان بيك فرسان المنتصف بالهجوم على صفف المشاه المدرعي وكان هجوما شرسا للغاية لكن المشاه استطاعوا انتصاص الهجوم بسبب الدروع الضخمة والرماح الطويلة فقرر جورج تنفيذ خطته وأمر الفرسان في الخلف بالتقدم لتطويق الفرسان المسلمين من الجوانب وعندما رأى عثمان تحرك الفرسان فاطن لخطة البيزنطيين فأمر فرسان الميمنة والميسرة بالهجوم السريع لدعم فرسان القلب حتى يمنع التفاف الفرسان البيزنطيين حولهم وبعد الالتحام الشديد بين الجانبين أمر عثمان قوات فرسان القلب والتي كانت في اجتباك مع المشاه بالرجوع لتطويق الفرسان البيزنطيين بشكل خاطف وسريع وقاموا باستدراجهم بعيدا عن صفف المشاه لمسافة كبيرة وبعد أن حاول جورج تطويق المسلمين أصبح فرسانه متوقون من الجهات الأربع وبعيدين تماما عن صفف المشاه فحمل المسلمون حملة شديدة على فرسان الكفار للقضاء عليهم وأمام ضربات وتكبير المسلمين انهارت عزيمة الفرسان البيزنطيين وألقى الله الرعب في قلوبهم وقام المسلمون بقتلهم واحدا تلو الآخر الأمر الذي جعل القائد موزالون يكاد يصيبه الجنون من دهاء عثمان فأمر المشاه أن تتقدم على الفور لدعم الفرسان البيزنطيين لكن عندما رأى جنود المشاه أن الفرسان الأقوياء الأشداء يذبحون أمام عينهم دون مقاومة ألقى الله الرعب في قلوبهم وألقى فرد من المشاه درعه ورمحه فتبعه البقية وألقوا أسلحتهم جميعا لكي يستطيعوا الهرب بسهولة وفروا مذعورين من أرض المعركة وعندما رأى جورج خرب قوات المشاه فره والآخر لينجو بحياته وقام المسلمون بإبادة الفرسان البيزنطيين وأسروا أعداداً كبيرة للغاية وغانموا غنائم كثيرة من هذه المعركة ونصر الله الأمير عثمان وجنوده نصراً مؤزراً في معركة بافيوس بعد انتصار عثمان بيك على الدولة البيزنطية ومحافظته على الأراضي التي فتحها وإثبات قدراته على فتح البلاد وهزيمة أكبر الإمبراطوريات اعتبر المؤرخون أن هذا هو اليوم الحقيقي لتأسيس الدولة العثمانية في عام 1302 ميلادياً 701 هجرياً وعم الفرح في الأناضول وكل العالم الإسلامي بالنصر المبين على البيزنطيين ووفدت الجموع الكبيرة من المسلمين للعيش داخل أراضي الدولة العثمانية وانضموا محاربين كثر من السلاجقة ودخلوا تحت لواء الأمير عثمان للمشاركة في الفتوحات الإسلامية والجهاد ضد البيزنطيين الكفار وبعد تأسيس الدولة العثمانية وزيادة قوتها العسكرية والاقتصادية والسياسية مما أدى إلى غضب الإمبراطوري البيزنطي وقرر أن يرسل جيشاً أكبر من السابق للقضاء على الدولة الحديثة وخاض عثمان بيك ملاحمة كبيرة للحفاظ على دولته وحماية أراضي المسلمين لكن بعد فرار القائد جورج موزالون وعودته إلى العاصمة القسطنطنية عرف الإمبراطور بالهزيمة التي تسبب بها فغاضب لذلك وأمر بإعدامه في الحال وبدأ أندرو نيكوس يعيش بالتهديد الكبير الذي يشكله عثمان على دولته فحاول التواصل مع المغول في الشرق لتشكيل تحالف معهم ضد عثمان لكن دولة المغول قد أصبحت ضعيفة بعد خسرتهم في معركة شقحب من الممالك ففشل تحالف أندرو نيكوس مع المغول وقرر الاعتماد على قواته في الأناظول وأراد أن يجمع جيشاً أكبر وأضخم للقضاء على عثمان ودولته نهائياً فأرسل لأمرائه في الأناظول في مدن بورصة وأديرنوس وكايت وكاستل وأمرهم بحجد كل قواتهم المنتشرة في أراضي الأناظول وجمعهم في جيش واحد ضخم للقضاء على عثمان واستعادة المدن التي فتحها وكان أهمها هي العصمة ياني شهير والقضاء على قوات عثمان في الأناظول وبالفعل اتحد الحكام الأربعة وجمعوا كل جنودهم من أنحاء الأناظول وأعدوا جيشاً ضخماً وبدأوا في التحرك في عام 1303 ميلادياً و702 هجرياً وكان أول أهدافهم احتلال العاصمة العثمانية ياني شهير وحين وصلت أخبار التحالف الضخم إلى عثمان وعرف أن العاصمة ياني شهير هدفهم أدرك أن خير وسيلة للدفاع هي الهجوم وقرر الخروج لمقابلتهم في الطريق قبل أن يشكلوا أي خطر على المسلمين وانطلق عثمان بيك وجنوده وتقابل معهم بالقرب من ممر ديمبوسا وبلغ عدد المسلمين خمسة ألاف مجاهدة وكان الجيش البيزنطي خمسة ألاف مقاتل وكانت الأعداد متقاربة للغاية لذلك اعتمد الأمر بشكل كبير على الخطط التي سيتبعها كل طرف فقام القادة البيزنطيين بتقسيم الجيش لثلاثة أقسام المنتصف وكان فيه المشاه المسلحين بالرماح الطويلة والضروع الضخمة ويشكلون أغلب الجيش البيزنطي أما سلاح الفرسان فكان عدده قليل نسبيا فوضع الفرسان في الميمنة والميسرة ليمنع أي محاولة التفاف للمسلمين من الممكن أن تحدث حول الجيش مثل ما حدث في معركة بافيوسا وقرر أن يقوم بالدفاع فقط لأن الجيش المسلم أغلبه من الفرسان الذين يمتلكون قدرة سريعة على المناورة وكان فيهم فرسان مهر للغاية في رمي السهام من فوق الفرس الأمر الذي أحسن عثمان استغلاله بشكل كبير فقسم جيش المسلمين لصفين وضع رمات السهام في أول صف وبدأ القتال بين الطرفين فأمر عثمان فرسان الصف الأول بالهجوم على المشاه في المنتصف وكان هؤلاء المشاه مسلحون بالرماحة الطويلة والدروع المعدنية الضخمة والبدل المدرعة تقطوا الإعلان سريعا وإذا وجدتم ما يخالف الدين غضوا أبصاركم وساعدون في الاستمرار بدعمنا بالانتساب وشراء شكرا أما جيش المسلمين فكانت ملابسه بسيطة ودروعه مصنوعة من الخشب فقام مشاهة البيزنطيين برمي الرماح على الفرسان المسلمين واستطاعوا التصدي لهم بالدروع والرماح الطويل ما تسبب في خسائر بصفوف المسلمين فأمر عثمان على الفور بقية الجيش بعمل هجوم شامل وسريع لدعم فرسان الصف الأول والضغط على المشات المدرعين وبعد الالتحام العنيف بين فرسان المسلمين والمشاه وبسبب الأدوات الدفاعية البزنطية الكبيرة وضعف ملابس ودروع المسلمين وأجه عثمان وجنوده صعوبة بالغة في إحداث أي اختراق للدروع أو خسائر في صفوف المشاء واشتدت المبارزة بين الطرفين وأصبح الأمر معتمداً على المهارة الفردية لكل جندي في القتال والمبارزة حينها خاف عثمان من هلاك المسلمين بسبب دفاعات البزنطيين الشديدة فقرر تغيير الخطة وأمر جيشه بالتراجع في الحال وأعاد تشكيل الجيش من جديد فوضع رمات الأسهم على الأطراف وأمرهم بالتقدم وإنهاك قوات المشات المدججة بالدروع ورميهم بالسهاء لإضعاف قوتهم وإرهاقهم وكسر الدفاعات فحاول مشات البيزنطيين رمي المسلمين بالرماح لكن الفرسانة كانت تستخدم تكنيك الكر والفر وهو مشهور منذ القدم عند السلاجقة وبعد فترة نفذت رماح المشاء فاستطاع المسلمون بفضل الله أن يحققوا خسائر كبيرة في صفوفهم وبعد كسر تحصينات المشاه أمر عثمان بك بشن هجوم شابل وسريع على قلب الجيش البيزنطي وكان هجوما شرسا للغاية وحمل المسلمون على الكفار حملة شديدة وقوية وبفضل الله بدأت عزيمتهم في الانهيار لكن القادة البيزنطيين حاولوا أن يحثوا الجنود على القتال لكن الله تعالى ألقى الرعب في قلوبهم وأمام ضربات وتكبرات المسلمين انهارت عزيمتهم وبدأوا في السقوط بكثرة فقرر القادة لانسحاب من المعركة وبالفعل انسحب حكام بورسا وأدرنوس بقواتهم وانتظر حكام كايد وكاستل بقواتهم لتأمين انسحاب بقية الجيش وليمنعوا جيش المسلمين من اللحاق بهم عند ممر دين بورسا لأنه كان سيتم إبادتهم بالكامل إذا حاصرهم المسلمون في ذلك الممر لكن عثمان بيك يقرر عدم اللحاق بالقوات الهاربة حتى ينفرد بقية الجيش للقضاء عليهم بشكل نهائي وهجم المسلمون هجما كبيرا على قوات كايد وكاستل وبدأوا في تنفيذ إبادة لهم وتم قتلهم بفضل الله بكل سهولة وأثناء القتال استطاع عثمان الوصول لحاكم مدينة كاستل وضربه بسيفه فسقط قتيل لكن حاكم كايد فر هاربة وتم القضاء على بقية الجيش ونصر الله الأمير عثمان وجنوده نصرا كبيرا في معركة ديمبوس وخيب الله آمال الكفار الذين حاولوا الانتقام لخسارتهم في باف يوسف فأذلهم الله مرة أخرى وأصبح بعدها الطريق مفتوحا أمام عثمان بيك وجنوده لفتح أراضي الدولة البيزنطية فلحق عثمان بحاكم مدينة كايت الذي فر هاربا إلى قلعة لوبارديون ولجأ لحاكم القلعة لحمايته فوصل عثمان بيك إلى القلعة وأمرهم بتسليم حاكم كايت حتى لا يقوموا بحصر القلعة وفتحها فتفوض معه حاكم القلعة على تسليم حاكم كايت الهارب ولكن بشرط أن يعقد معه هدنة فوافق عثمان وأعطاه الأمان وبالفعل دفع إليه حاكم كايت ورغم الخسائر التي حدثت للمسلمين استطاع عثمان أن يتوجه بجنوده لفتح مدينة كايت وكاستل وقام بإعدام حاكم مدينة كايت على أسوار مدينته فارتعدت فرائص الحامية داخل القلعة وعندما خاصرها عثمان أسلموا إليها ودخلها منتصرا ثم توجه لفتح مدينة كاستل وبفضل الله قام بفتحهما وضمهما لإمارته بكل سهولة لأنه أباد جيش المدينتين في أرض المعركة حينها أدرك الإمبراطور البزنطي قوة عثمان بيك ورجاله مما سيجعله يتوقف عن محاربته لفترة ما وسيحاول أن يحافظ على أراضه وحسب لكن عثمان بيك لن يتوقف عند هذا الحد بل سيحاول جاهدا فتح الأناضول كلها وترضى البيزنطيين منها نهائيا وفعلا بعد فترة ليست بالكبيرة طمح عثمان في فتح مدينة بورصة لأنها كانت أهام مدينة بيزنطية في الأناضول هي ومدينة نقيا عاصمة السلاجق القديمة لكن بسبب أسوار قلعة بورصة ضخمة وتحصينها الشديد من الحامية البيزنطية وكذلك عدم توافر آلات الحصار لدى عثمان مثل التي تمتلكها الجيوش النظامية أدرك عثمان بيك صعوبة فتحها فاكتفى بعزل مدينة بورصة عن محيطها من خلال فتح كايت وكاستل وقام بتطهير كل القرى الصغيرة التي تقع بالقرب من مدينة بورصة لكي يمنع وصول أي دعم إليهم وأمر جنوده بعدم السماح لأي شيء بالدخول أو الخروج من القلعة وفي نفس الوقت خطط عثمان أن يفرض حصاراً للمرة الثانية على مدينة نقيا ليفتحها لكن بسبب تحصيناتها الشديدة قرر أن يفتح البلاد المجاورة لها أولاً لكي يعزلها عن أي دعم وتوجه الأمير عثمان بجنوده لفتح أغلب إقليم سقرية فطلب المساعدة من رجل خبير بالإقليم وهو صديقه القديم كوسا ميخايل حاكم مدينة هرمان كايا البيزنطية وكان بينهم علاقة طيبة قديمة وفعلاً استجاب له كوسا ميخايل وأخبره أنه يريد دخول الإسلام ويدخل تحت حكم عثمان ودولته ففرح عثمان بإسلام صديقه ونصحه بتغيير اسمه لعبد الله ميخايل وأحبه عثمان وسوف يجعله مستشاراً لابنه أرخان بعد ذلك وأصبح لميخايل وأحفاده دوراً مهماً في الدولة العثمانية لقرون مختلفة وبعد الاستعدادات لغزو إقليم سقرية قام عثمان بتعيين ابنه أرخان حاكماً على مدينة قراج حصار لتدريبه على شؤون الحكم والإمارة ثم تحرك عثمان بيك وجنوده لفتح إقليم سقرية وعزل مدينة نقيا وحاصر قلعة لبلوجة وأمرهم بالاستسلام لكن بعد أن ذاع صيط عثمان بيك وعرف الجميع قوته وذكأه وانتصاراته على أقوى الجيوش النظامية وكذلك معرفتهم بعدله وسماحته قرر حاكم لبلوج لاستسلامه وبالفعل سلم القلعة للأمير عثمان ودخلها عثمان بيك وضمها لدولته فكافأ حاكم القلعة وتركه في منصبه وذلك لترغيب بقية القلاع في الاستسلام بدون قتال أو حصار وأيضا لترغيبهم ودعوتهم للإسلام وبالفعل قرر حكام لفك وكذر لك أن يستسلموا للجيش الإسلامي وينضموا لحكم الإسلام بإرادتهم وبعدها يتقدم عثمان لحصار مدينة ميكجا فاستسلم حاكم المدينة أيضا للمسلمين ودخلها عثمان بيك وضمها لدولته وكافأ حاكمها وضمه لجيشه بعد ذلك تقدم عثمان مع قواته لحصار مدينة أق حصار لكن حاكم المدينة قرر مواجهة عثمان تخطوا الإعلان سريعا وإذا وجدتم ما يخالف الدين غضوا أبصاركم وساعدون في الاستمرار بدعمنا بالانتساب وشراء شكرا وخرج من القلعة بجيشه لمقاتلة المسلمين والتحم الجيشان أمام المدينة وبعد الالتحام العنيف استطاع المسلمون بفضل الله أن يحملوا على الكفار ويفتكوا بهم في هجمة شرسة شعواء ففرق الله شمل الكافرين وفروا مذعورين ودخلوا القلعة فأمر عثمان بيك بضرب الحصار على القلعة وبفضل الله لم تطل المدة واستطاع المسلمون أن يقتحموا القلعة ودخلها عثمان وقواته منتصرا وقام بضمها للدولة العثمانية ثم تقدم عثمان لحصار مدينة جيفا فعرض عليهم تسليم القلعة وإعطاء الأمان لجميع السكان والمحاربين وللأسف رفض حاكم جيفا لاستسلام فاستمر عثمان بحصار المدينة وخلال وقت قصير سقطت هي الأخرى ودخلها وضمها لحكمه لينطلق بعدها عثمان لحصار مدينة باموكوفا وبعد حصار بسيط استطاع فتحها ودخلها عام 1308 ميلاديا 707 هجريا وأقام عثمان بك في المدن المفتوحة لدعوة أهلها للدين الحنيف ولتوضيح مظاهر الرحمة وعدل الإسلام وقام بتوزيع عائد الأراضي الزراعية على أهل المدن بالعدل والتساوي وعين الحكام والقضاة للفصل بين الناس وفي هذه الأثناء كانت إمارة جيرميان التابعة للسلاجقة قديما وانفصلت عنها تقع جنوب الدولة العثمانية وكان يحكمها أكثر من قائد منهم جودار تاتار وكان مشهور بقطع الطرق والسرقة فاستغل انشغال عثمان بفتوحاته وهجم على سوق مدينة دومانيتش وقام بسرقة بضائع السوق وانسحب على الفور لإمارته وعندما علم أرخان ابن عثمان بأخبار سرقة اللصوص للسوق انطلق بجنوده لملاحقتهم وإنقاذ أموال المسلمين وبفضل الله استطاع إدراكهم ودخل معهم في قتال عنيف وتمكن من قتل عدد كبير منهم وفر بقية اللصوص وترك البضائع خلفهم واستطاع أرخان أسر بن جودار وأخذه أسيرا إلى كراجح حصار وعاد أرخان بك بالبضائع والأسرع ففرح المسلمون بانتصاره وشجاعته وحينما عاد عثمان بك إلى كراجح حصار وسامع بانتصار أرخان على اللصوص وإنقاذ أموال المسلمين فرح عثمان بن بوغ بنه العسكري ومهاراته في القتال وقيادته للجنود واستبشر أنه سيكون من الفاتحين بعده فعينه قائدا عاما على الجيش حتى يتدرب في ساحات القتال ويكمل الفتوحات في عهد أبيه فيعرفه الجميع بالمقاتل والفاتح لكي يحبوه ويدينون له بالولاء والطاعة فيتولى الحكم من بعد عثمان بدون النزاعات وعين له مستشارين ومساعدين من قادة الجيش المحنكين الخبراء والذي كان عثمان يثق بهم شخصيا بعد ذلك قام عثمان بعقد صلح مع إمارات جيرمان وأطلق سراح الأسير وجلس في كراج حصار لحمايتها وأرسل ابنه أرخان غازي لاستكمال فتوحات إقليم سقاريا وعزل مدينة نقيا بشكل نهائي وحينما وصل أرخان إلى إقليم سقاريا قرر البدء بفتح قلعة كارا جيش وذلك لأهميته الكبيرة في دعم نقيا لكن بسبب عدم توافر آلات الحصار قرر أرخان أن يستخدم الذكاء والخدعة في فتح قلعة كارا جيش فقام بتقسيم الجيش إلى ثلاثة كتائب واختبأت أول كتيبة حول القلعة في الأشجار القريبة منها أما الثانية فاختبأت في الأشجار الموجودة على يمين ويسار الطريق المؤدي لقلعة كارا جيش والفرقة الثالثة كانت بقيادة أرخان بك وتقدم بها لكي يحاصر القلعة وضرب عليها أرخان الحصار والذي استمر لعدة أيام فلاحظ حينها حاكم القلعة قلة أعداد جيش المسلمين وظن أن هذا هو الجيش بأكمله فجهز جنوده للخروج والقضاء عليهم وأقع الحاكم البيزنطي في الفخ لطمعه في القضاء على المسلمين وعلى الفور استعد المسلمون لقتالهم وبدأ القتال بين الطرفين وبعد الالتحام الشديد أمر أرخان جنوده بالصمود لإرهاق حامية القلعة ثم يتظاهرون بالهروب مع سماعهم إشارة الانسحاب ومع الإشارة انسحب المسلمون لمسافة كبيرة وبدأ الفيزنطيون في مطاردتهم وحينما رأى حراس أسوار القلعة انهزام المسلمين وفرارهم ظنوا أنهم فازوا بالمعركة فتركوا مواقعهم في القلعة وخرجوا للمطاردة مع باقي الجيش وتركوا القلعة دون حماية ووقعت حامية القلعة أيضا في الفخ لأنهم طمعوا في إدراك بعض الغنائم حينها انطلقت الكتيبة الأولى والتي كانت متخفية حول القلعة وقامت باقتحام القلعة على الفور دون أي مقاومة تذكر وفي هذه الأثناء كان أرخان بك يستدرج البيزنطيين لمكان الكمين وبعد مسافة من المطاردة وإرهاق البيزنطيين وصلت كتيبة أرخان إلى مكان الكمين الذي نصده وعلى الفور أعطى الإشارة فخرجت الكتيبة التي كانت متخفية وقامت بتطويق القوات البيزنطية وتوقف أرخان وجنوده عن الانسحاب وعادل الالتحام مع البيزنطيين وكان التحاما عنيفا وقويا ارتعب البيزنطيون من المفاجأة ومن قوة ودهاء المسلمين فأمر الحاكم جنوده بالانسحاب والعودة إلى القلعة ليتحصنوا فيها ففروا مذعورين إلى القلعة وكان أرخان وقواته في عقبهم وحينما وصل البيزنطيون إلى القلعة وجدوا أن أبوابها مصددا تماما ولا تفتح لهم والأعجب أنهم تفاجأوا بجنود يرمونهم بالسهام من فوق الأسوار وحينما لحق بهم أرخان وجنوده حاصروهم عند أسوار القلعة ونجح فخ أرخان بيك في استدراج حامية القلعة لقتال مفتوح خارج الأسوار وأصبح الكفار محاصرين من كل جانب فحمل المسلمون حملة قوية على جنود الحامية البيزنطية وقاتلوا أعدادا كبيرة وأسروا من استسلم منهم ونصر الله أرخان والمسلمين على حامية قلعة كارا جيش نصرا كبيرا مؤزرا بعد رفضهم من الإسلام أو الجزية وإصرارهم على القتال ودخل أرخان قلعة كارا جيش وضمها لحكم الدولة العثمانية واستطاع أن يضيق الخناق أكثر فأكثر على مدينة نقيا وحينما أرد أرخان بيك استكمال فتح إقليم ساقرية عين على قلعة كارا جيش القائد كونور ألب وأرسل القائد أقجا خوجة لكي يحاصر مدينة أدابازاري وانطلق أرخان لحصار مدينة أكيازي وعرض عليهم لاستسلام لكنهم رفضوا فاستمر في الحصار لفترة طويلة لكن أرخان أدرك أن الحصار من الممكن أن يمتد لأكثر من ذلك فأراد حصار قلعة هنياك بالتوازي لفتح إقليم ساقرية في أسرع وقت ممكن فطلب من كونور ألبا الحضور واستكمال حصار مدينة أكيازي حتى ينطلق أرخان بجزء من الجيش في اتجاه الشمال لحصار مدينة هنديكا وعرضوا على حاكم المدينة لاستسلام لكن حاكم مدينة هنديكا اختار القتال فتجهز أرخان وجنوده لمواجهته وبعد الالتحام بين الجيش ثبت الله المسلمين وألقى الرعب في قلوب الكافرين واستطاعوا هزيمتهم بفضل الله ودخل أرخان قلعة هنديك منتصرا وقام بضمها للدولة العثمانية وفي نفس الوقت كانت المدن الباقية قد فتحت بفضل الله ودخلها المسلمون وانضمت إلى الحكم العثماني عام 1306 ميلاديا 705 هجريا وبهذا استطاع أرخان بك أن يتوسع داخل إقليم سقرية ويضيق الخناق أكثر على مدينة نقيا لكي يجبرها على الاستسلام وبعد هذه الفتوحات عاد أرخان إلى كراجة حصار ففرح عثمان بفتوحة أرخان في إقليم سقرية وعزل نقيا لكن عثمان كان يحلم بفتح الأناضول كلها وطرد البيزنطيين منها بشكل نهائي فقرر التوجه لمدينة بورصة لتضييق الخناق عليها وفتحها فتحرك بجيش ضخم مع ابنه أرخان لحصار مدينة بورصة وعصل عثمان وابنه إلى بورصة وضرب عليها الحصار عام 1317 ميلاديا 716 هجريا كانت مدينة بورصة حينها أهم مدينة بيزنطية داخل الأناضول تخطوا الإعلان سريعا وإذا وجدتم ما يخالف الدين غضوا أبصاركم وساعدون في الاستمرار بدعمنا بالانتساب وشراء شكرا وكانت محاطة بقلعة ضخمة وحصينة وصل طول أسوارها إلى 3.5 كيلومتر ومكونة من سورين مزدوجين خلف بعضهما وتحتوي على أبراج كثيرة وبوابات ضخمة ولعدم امتلاك عثمان لآلات الحصار التي تمكنه من اختراق الأسوار قرر فرض حصار شديد طويل الأمد على مدينة بورصة وعزلها عن محيطها ومنع وصول أي إمدادات إليها لإجبارها على الاستسلام أو السقوط وقام بتطهير القلاع البيزنطية القريبة من مدينة بورصة واستطاع أن يفتح أغلب الحصون واستسلم بعض حكام القلاع وبعضهم دخل في الإسلام طواعية بعد ذلك أمر عثمان ببناء قلعتين حول مدينة بورصة لمراقبتها من جميع الجهات وقطع أي إمدادات قد تصل إليها وبهذا استطاع أن يضيق الخناق أكثر فأكثر على مدينة بورصة لكن في عام 1322 ميلاديا و719 هجريا وبعد ثلاث سنوات من الحصار الطويل لمدينة بورصة يصاب عثمان بمرض في قدمه فأصبح غير قادر على قيادة الجيش بنفسه ليولي ابنه أرخان قيادة الجيش ويصيه باستكمال الحصار من بعده وعاد عثمان إلى مدينة سوغوت واعتزل قيادة الجيش نهائيا وتفرغ للعبادة وشؤون الرعية بعدما أنشأ دولة قوية بفضل الله واختار قائدا شجاعا من نسله لحكم الدولة وقيادة الجيش واستكمال الفتوحات والجهاد في سبيل الله وبالفعل أكمل أرخان مسيرة والده وحاصر مدينة بورصة بكل الطرق وكثف جهوده في عزل بورصة عن أي مدينة مجاورة لها فوقعت عينه على مدينة أديرنوس التي تقع جنوب بورصة وكان يطلق عليها مفتاح السيطرة على مدينة بورصة الحصينة فتحرك أرخان بيك لحصارها وبعد فترة بسيطة سقطت أديرنوس بفضل الله وضمها أرخان بيك للحكم العثماني وسميت بعد ذلك أرخان لي تيمنا باسم الفاتح أرخان وبعد هذا تقع عين أرخان على مدينة ميودانيا المطلة على البحر شمال مدينة بورصة ويطمح في فتحها لقطع أي إمداد بحري قادم إلى بورصة وعزلها عن العالم الخارجي نهائيا فتحرك بجيشه لفتح مدينة ميودانيا وبعد حصار دام لفترة سقطت المدينة بفضل الله ودخلها أرخان بيك منتصرا وضمها لحكم الدولة العثمانية عام 1321 ميلاديا 720 هجريا وبعد ذلك تحرك أرخان بيك لحصار مدينة برونتوكوس لكي يفتحها وبعد حصار بسيط سقطت المدينة وضمها أرخان للحكم العثماني وأرسل جيشا لحصار مدينة يالوفا لتضييق الخناق على مدينة نقيا حتى يحاصر نقيا وبورصة بالتوازي وبعد الحصار الذي ضربه على يالوفا سقطت المدينة ودخلها المسلمون عام 1326 ميلاديا و726 هجريا وبعد الحصار الشديد على مدينة بورصة والذي استمر أكثر من 11 عاما وفتح المدن المجاورة لها وعزلها التام عن أي دعم خارجي نجحت خطط عثمان غازي ودب اليأس في حامية المدينة وتيقنوا بسقوط بورصة لا محالة وفهم الإمبراطور البزنطي الوضع فأرسل لحاكم المدينة وأمره بالاستسلام بشرط أن يتفاوض مع أرخان على خروج القوات البزنطية بسلام وبالفعل انسحبت الحامية بدون أذاء وأعلن حاكم بورصة لاستسلام ودخلها الأمير أرخان منتصرا عام 1326 ميلاديا و726 هجريا ولم يتعرض لسكان المدينة بأي سوء وأعلن حاكم بورصة لاستسلامه وبايع عثمان على السمع والطاعة ودخل ضمن جيش أرخان غازي فكفأه أرخان وأعطاه لقبك لصموده طوال فترة الحصار وسيصبح له شأنا كبيرا في الدولة بعد ذلك وعفد الوزراء والأعيان في بورصة لتقديم الولاء للأمير أرخان فسأل أرخان الوزير عن سبب استسلامهم فأخبره أن بعد حصار عثمان لبورصة وفتح القرى والمزرع المحيط بالقلعة رأينا العدل والأمان الذي يعيشه رعايان الفلاحين في ظلكم ولاحظنا أنكم لا تأخذون شيئا من أموالهم أو مزارعهم كما شاهدنا أن هؤلاء المساكين فرحوا كثيرا بحكمكم وصاروا وكأنهم لا يعرفوننا ولا يذكروننا فرأينا طمأنناتهم وراحتهم فراغبنا نحن أيضا بحكمكم وأعلن الوزير إسلامه وأسلم أغلب سكان بورصة وكانت أغلب فتوحات عثمان نتيجة لاشتهاره بالعدل والأمان الذي ينشره في أراضي الدولة فرغب الجميع بالعدل والسلام والهروب من ظلم البيزنطيين وبعد هذا الفتح المبين قام أرخان بنقل عاصمة الدولة من ياني شهير إلى بورصة وعاد إلى مدينة سوقوت لتبشير والده عثمان بفتح بورصة فوجده في حالة مرض شديد وبعد معرفة عثمان بفتح بورصة فاضت روحه إلى بارئها عام 1326 ميلاديا 726 هجريا عن عمر ناهز 68 عاما حكم فيها قبيلة كاي 19 عاما وحكمت دولة العثمانية 27 عاما خاض خلالها معارك شريسة مع البيزنطيين وقاد الجيوش في الفتحات والغزوات وضعف مساحة الدولة إلى أربعة أضعاف من أربعة آلاف كيلومترا مربعا إلى ستة عشر ألفا كيلومترا مربعا واعتبر الأمير عثمان غازي من أهم الشخصيات الإسلامية في التاريخ وأهم شخصية في الدولة العثمانية والذي سيستمر أبنائه وأحفاده من بعده بالاقتداء به في العدل والجهاد وفتح البلاد ونشر الإسلام وتحويل الدولة الإمبراطورية عظمى تستمر أكثر من ست قرون وتهيمن على أغلب دول العالم وبالرغم من ذلك لم يحمل عثمان لقب السلطان وإنما أعطاه أحفاده هذا اللقب تكريما له وكان عثمان بيك يعيش حياة بسيطة بعيدة عن الترف وأقرب للزهد والورع تولي السلطان أرخان أن يسير على نهج أبيه في حبه للجهاد واعتزال الترف وأوصاه الأمير عثمان وصية عظيمة يا بني إياك أن تشتغل بشيء لم يأمر به الله رب العالمين وإذا واجهتك في الحكم معضلة فاتخذ من مشورة علماء الدين موئلا ولا يغر أنك الشيطان بجندك وبمالك وإياك أن تبتعد عن أهل الشريعة يا بني لسنا من هؤلاء الذين يقيمون الحروب لشهوة الحكم أو سيطرة أفراد فنحن بالإسلام نحيا وللإسلام نموت وهذا يا ولدي ما أنت له أهل اعلم يا بني أن نشر الإسلام وهداية الناس إليه وحماية أعراض المسلمين وأموالهم أمانة في عنقك سيسألك الله عز وجل عنها يا بني إنني أنتقل إلى جوار ربي وأنا فخور بك بأنك ستكون عادلا في الرعية مجاهدا في سبيل الله لنشر دين الإسلام يا بني أوصيك بعلماء الأمة أدم رعايتهم وأكثر من تبجيلهم وانزل على مشورتهم فإنهم لا يأمرون إلا بخير ونتابع في الحلقات القادمة تولي السلطان أرخان الحكم وتنفيذ وصية والده بكل جهد فأنشأ أول جامعة إسلامية في الدولة وأول جيش نظامي في التاريخ وهم الانكشارية الذين أرعبوا أوروبا لقرون طويلة تخطوا الإعلان سريعا وإذا وجدتم ما يخالف الدين غضوا أبصاركم وساعدون في الاستمرار بدعمنا بالانتساب وشراء شكرا فلك أن تتخيل كم تعب الفاتحون المسلمون لإصال الدين لنا بكل سهولة ولك أن تتخيل كم بذلنا لنوصل لك التاريخ بشكل أيسر فلا تنسى أن تساهم معنا بالإعجاب والمشاركة والاشتراك وتفعيل الجرس لتتابع حلقات البش مؤرخ ونراكم في فتح جديد السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر